هل ايو حامل بثلاثة توأم من جان كوك؟ تخيل لك نعنوان؟ تخيلوا؟ ماذا؟ عش ممكن استربي امها؟ ايو؟ 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 اهم شي لغرى عندي تبين هو بس سؤال بصراحة سؤال مهم رح تكلم عن كل هالفضائح؟ لا بتعرف ايش المشكلة اسه؟ بعد ما ارزل الحلقة هاي رح علاجه في بعض التعليقات انه هم؟ لا اكو علاقة نبدأ متحمس كثير خلينا نبدأ كم أبسامني دعا مستحيل أبدأ الحلقة من غير هذا الدفتر الدفتر الأسود بكل الفضائح بكل للبيع لا مش للبيع بمزح طبعا المهم معكم بارك بيش يونغ وما تنسوا قبل ما نبدأ موضوعنا الساخن جدا إنكم تضفوني على إنستجرام وهم بعد تشتركوا بالقناة وحسا خلونا نشوف الدفتر إيش مخبيننا على الموضوع اليوم بقوا الموضوع هنا موجود هسا كل الأخبار اللي قبل أو الفضائح اللي قبل بحلقات قادمة بس هسا بدنا نفوت بالمهم بأنه حول مواعدة جون كوك وآي يو أوكي هسا قبل ما أبدأ جون كوك وآي يو أنتم مستوعبين؟ للعلم جون كوك من موليد 1 سبتمبر لعام 1997 يعني عمره 22 سنة أما آي يو من موليد 16 مي لعام 1993 يعني عمرها 26 سنة please wake up الفرق ما بين عمر آي يو وجون كوك أربع سنوات يعني آي يو أكبر من جون كوك بأربع سنوات وبكوريا أي شخص أكبر لازم الشخص الأصغر يحترم الشخص الأكبر احترام وليس حب أكو احترام هسا لو الثنين نفس العمر أو لو هي أصغر منه كان ممكن بقولكم الإعجاب هذا هتحول إلى حب لكن هذا الإعجاب مجرد احترام مش أكثر لأنه هي أكبر منه بأربع سنوات بس رح أبدأ سلسلة مواضيعي بأسئلة والسؤال الأول هل علاقة جون كوك وآي يو من طرف واحد؟ يعني باختصار حب من طرف واحد؟ هل نظرات جون كوك إلى آي يو هي عبر عن إعجاب أم حب أم صداقة؟ وهل ممكن آي يو ترتبط بشخص أصغر منها بأربع سنوات؟ مع علاقة الإكسسوارات المتشابهة بناتهم والملابس وهم بعد شوية تفاصيل الكل لاحظ بأنه أكو تشابه بين آي يو وجون كوك بإرتداءهم؟ ولا مجرد صدفة؟ وهل فعلا أغاني آلبوم آي يو الأخير كلها مهداء إلى جون كوك؟ أشك والسؤال الأهم إذا هسا جون كوك أعرب عن إعجابه بآي يو يعني هي هسا حامل؟ وهل بتستحق كل هذا التنمر لأنه جون كوك تعبراً إعجابه بآي يو أوكي باوه الملفة تسكر مش رح أخبركم إيش مكتوب داخل الدفتر بس كلها عبارة عن شائعات كلها يعني خبروني الوكالة مستحيل آي يو ترتبط بجون كوك مش لأنه خايفة مش لأنه مش مش عم بتحبه مش لأنه مش فارس أحلامها ولكن أكيد أنا بعرف هلأ جون كوك الشخص المثالي وكل فتاة منكم تتمنى ترتبط بشخص مثل جون كوك بس آي يو مستحيلة جماعة ترتبط بشخص أصغر منها لو حتى بسنة لو حتى بسنة وله العلم مش آي يو اللي قالت بنهاي يموعجبي بجون كوك الكل اللي بيعرف بأنه جون كوك هو اللي أعلن إعجابه بصوت آي يو مش بآي يو بصوتها هلأ هو حر إحنا مستحيل نتدخل إنه هو لمين بيحب يسمع ومنطقيا البنت صوتها يخبل شكلها روعة يعني كثير سكش البنت أوكي ومستحيل نختلف بس هو أعرب بشكل كثير صريح عن حبه بصوتها حتى لو الوكالة شمت بأنه جون كوك غلطان أو يمكن اتمادى بوقفوه عند حده بس هذا الشيء كثير طبيعي يعني حتى الوكالة شايفته شيء كثير طبيعي مطرب فنان قاعد عم بيعبر عن إعجابه بصوت فناني من وكالة ثانية أكبر منه بشكل محترم طبعا ما تمادى بكلام وللعلم أنا جبت لكم المقابلات اللي من بعض القنوات يمكن بعض منكم شاهد مقابلة واحدة بس أنا جبت أكثر من مقابلة بأنه جون كوك ذكر اسم آي يو أكثر من مرة سيدة سونية سونية لقد قالوا gider علم أنت يقولي فأكيد بشيء طبيعي إذا الوكالته يرى الجهاز إذا الأفريقة الأفريق في الموضوع عدد فمos أنت الدخل؟ لماذا كبرتم السلافة؟ فورا زوجوا لآيو هسا آيو صارت حامل من جان كوك لأ عندهم ولاد كمان هم بعد اش في بالضبط حدا يفهمني يعني هاي الشائعات من بعض الساسنغ السانسنغ هم عبارة الناس مهوسين شائعات يعني انا مش فاهم ليه بعدين هي اش ذنب امها يعني هسا عافوا جان كوك وعافوا ان هو عبر عن اعجابه نزلين شل فيها نزلين سب فيها نزلين تنمر فيها يعني انتوا حابين انه البنت تنتحر من اجل انه هي اصلا ما هاش خبر بالسلافة اوكي سمعت انه جان كوك معجب بصوتها خلاص كافي هي ما عطت اي رياكشن ما قات وانا كمان معجبة فيه نو البنت يعني اكبر منه وهو محترمها عربع سنين بناتهم عربع سنين يعني بدنا نتكلم منطقيا بعف هسا كلامي شوي رح يدايقكم جان كوك لو فكر الوكالة خبرتني جان كوك لو فكر انه يرتبط مستحيل يرتبط بفتاة اكبر منه ومستحيل يرتبط بفتاة بنفس المجال اللي هم فيه ليه لانه جان كوك مستحيل يخسر الارميز فاذا فكر انه يرتبط رح يرتبط بوحدة خارج المجال يعني واحدة يمكن تكون من معجباته يمكن تكون واحدة مثلا مقربة منه لفت انتباهه بس مش من فرقة ثانية لانه الارميز رح يهجموا على عدوات الفرقة الثانية ويدمروهم هذا الشي معروف يعني لا وكالة بيكهيت ولا وكالة الفتاة الثانية هي الضحية الثانية انا بعتبرها رح يوافقوا بانه يكون فيه علاقة بين جان كوك واحدة عدوات الفرق من وكالات الثانية لانه رح يصير فيه حرب عالمية ثالثة صدقوني الارميز ما رح يرحموا امها وما رح يوافقوا وما رح يتركوا الفرقة او الوكالة اللي هي العشيقة مع جان كوك من هاي الوكالة على سبيل المثال بحالهم البني ادم بحب يسمع لها وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ فورا جوستوهم صار في عندهم ايو حامل لا ام خلفه اتوقع يمكن اربعة او ثلاثة يمكن اه اتوقع قلتم؟ مش معقولين انتو يا جماعة لا تكبر السلافة يعني ما رح جاب ولا اي سؤال وراح هل علاقة جان كوك و ايو من طرف واحد؟ ياس من طرف جان كوك هو اللي قال انه هو معجب بصوتها مش بحبه فيها بصوتها نظرات جان كوك اتجاه ايو صداقة مش اكثر لا حب ولا اعجاب ولا ما فيه نهائيا صداقة ممكن ايو ترتبط بشخص اصغر نو نو نيكست اللي بعده علاقة علاقة تشابه الاكسسوارات افكرة بدي اخبركم شغلية كوريا كوريا لو تفوتوها انتو اكسسواراتهم همه همه يعني انا كنت شاري كذا غرض من كذا محل كنت لما اتمشى بكوريا كل البنات كل الشباب يمسين نفس الاكسسوارات كلهم فما اكو داعة تكبروا السلافة اذا ربز السوارة وصادفت بانه ايو نا اوقي كانوا يمين مع بعض اش نيكست اغاني ايو الابم ايو اهداء لجان كوك نيكست اذا كان جان كوك اعلن عن اعجابه باي ايو هل اصبحت حامل ياس باربع وهم بعد مخلفة قبل ان الحمل هاد اثنين وكانت مسقطة اتوقع يمكن واحد هل تستحق ايو كل هذا الهجوم نو مع اني انا قلت ما رح اجاب على الاسئلة هاي بس جاوبت عليهم نو خلاص سكروا السلافة ماكو اي علاقة بين ايو و جان كوك اتركوا البنت بحالها البنت ملهاش خاص بانه جان كوك عبر عن اعجابه بصوتها يعني كافي تنمر حرام يعني هجوم الارمز عليها على الانستجرام والسوشال ميديا بشكل عام قاعد اقرأ الكومنتز دعاوي مسبات يارب تموتي ان شاء الله ايش في اي شخص بطلع عسه بقولكم اكو علاقة بين احس اذا هذا كل شي بحلقة اليوم من كشف اسرار بعض من تفاصيل علاقة جان كوك و ايو زي ما قلت لكم ماكو اي علاقة الدفتر خبرني والوكالة خبرتني هم بعد السوشال ميديا الحال وخبركم بانه ماكو علاقة فبليز ارتاحوا ريحوا حالكم ناموا بكل ساعة عادة واطمأنية اطمأنينة احلموا احلام حلوة جان كوك لغاية الان متاح حاليا فاتمنوا ارميز اوكي كان معكم بارك بيش يونج الفيديو هات بديان ينتشر لكل ارميه بالعالم لكل ارميه تفهم بانه ماكو علاقة بين جان كوك و ايو خلص عصبتوني انتظروني بفضيحة جاي قريبا فيديو القادم قريبا يا ام ريلي ام ويتنج شكلي رح اصب الحلقة كثير رح يوتروني عفكرة عفكرة 99.9% من مسجات اللي وصلتني بانه شكل بانه اكو علاقة بين جان كوك و ايو اوكي ام ردي